دلوقتي جي معدنا معاكم مع فكرة الصحافة ومعنا الأستاذ أسامة عبدالعزيز نائب رئيس تحرير الأهرام صباح الخير يا فهي صباح الخير صباح الخير هنستعرض مع بعض أهم أخبار النهاردة الأهرام صفحة أولى تحسن الاقتصاد قبل التفاوض مع صندوق النقد المصر اليوم صفحة ثالثة الحكومة تنطق التباطق واشنطن في تقديم المساعدات إلى مصر المصر اليوم صفحة ثالثة انقسام داخل الإخوان حول مفاوضات صندوق النقد المصر اليوم صفحة أولى صراع التحالفات يشتعل السيطرة على البرلمان الشروق الصفحة الأولى مبادرة توافق وطني لضبط إيقاع البرلمان الشروق الصفحة الثالثة كارتر مستقبل مصر تحدده نتائج الانتخابات وأتمنى أن تصفر عن نقل خامل للسلطة الأهرام الصفحة الأولى الانتخابات التكملية في أربع دوائر بالمرحلة الثالثة اليوم الشروق الصفحة الثالثة أمين عامل مجلس القومي لمصابي وشهداء الثورة أنفقنا 70 مليون جنيه على المصابين وأسر الشهداء حتى الآن الأهرام الصفحة الأولى إصابة 41 بعد اقتحام الأهالي محطة الدبع النووية نبدأ بأول خبر لا أهرام سيد زيمان طبعا يعني أنا بعمل بس كده نظرة سريعة على الصحف تناولت إيه طبعا النهاردة تنوعت الاهتمامات اللي شغلت بها الصحف ما بين الأخبار الاقتصادية أو الأخبار السياسية طبعا الأبرز النهاردة زي ما حضرت تفضلتي وقلت الأخبار الاقتصادية زي الأهرام ما تناول وكمان المصري اليوم لكنه الخبر اللي حضرتك بتكلمي عنه اللي هو الخبر الأول تحصل اقتصاد قبل التفاوض مع صندوق النقد زيادة في الصادرات ارتفاع استثمارات البترول تمانية وستة مليار دولار طبعا أنا ليه تحفظ على هذا المنشط اللي خده الأهرام رئيسي وأنا من الأهرام ما فيش يعني النهاردة سقف الحرية ارتفع في كل مكان بفضل صورة 25 يناير طبعا تحصل اقتصاد قبل التفاوض مع صندوق النقد أمر يعني المحللين ممكن يوقفوا عنه طبعا يعني هنا شفنا المؤتمرات الصحفية العديدة لرئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور كمال الجنزوري اللي حذر صراحة من انه الانقصاد المصري ان ما كانتش عاجلة الانتاجها الدور احنا يعني مقبلين على كارسة الخبر التاني اللي حضرتك بتكلمي فيه اللي هو خاص الحكومة انطقة تباطق واشنطن في تقديم المساعدات إلى مصر بالزبط كده الخبر التاني اللي هو خاص بصندوق النقد الدولي الحكومة المصرية طبعا يوم الثلاثة الجاي مفترض انه وزير التجارة والصناعة محمود عيسى متوجه إلى واشنطن وفيه بحث صندوق النقد الدولي المفترض يوم خمستاشر يناير الحالي تكون في القاهرة طبعا احنا البعض بيطالب انه احنا نرفض عملية الاقتراض من الخارج لكنه الموقف الاقتصادي في هذه الفترة الآنية في حاجة شديدة جدا إلى عملية الاقتراض بشروط الاقتراض دي هتوجه ليه ده عمل طبعا حكومة انقاذ الوطني بتعمل حساباته لكنه انه احنا ننتقد الادارة الامريكية دي مسألة طبعا احنا عارفين انه الادارة الامريكية منذ قديم الازل وهي لها شروط تعجيزية حينما تقدم مساعدات مش لمصر الدول المنطقة في منطقة شرق الاوسط تحديدا ومفهوم الاسباب بيكون وراها ايه فالاهم انه انا لازم انا مش محل اقتصادي ولا خبير اقتصادي انما عندي رؤية يعني من خلال المتابعات انه التعامل مع صندوق النقد الدولي النهاردة مهم للغاية لانه بمجرد توقيع هذا القرد مع الصندوق ده بيمنح الاقتصاد المصري شهادة مهمة جدا هتخلي الدول كلها نقدر نتعامل معها فمهم هي هي فكرة انه الصندوق ده مش مجرد انه بيملي شروط فقط طبعا ليه شروط من المؤكد وفي بعض الاحيان بيكون تعجيزية لكنه امتى انا اتعامل مع الصندوق ند لند لما يكون الحالة الاقتصادية عندي زي ما حصل سنة ستة وتسعين او خمسة وتسعين في عهد الدكتورة عاطل صدي كنا بنتعامل مع املاءات او شروط الصندوق النقد الدولي اه وفقا اه لمنظومة محددة اللي هي ند بالند والعين بالعين زي ما بيقولوا انما دلوقتي انت بنتاج ما ينفعش لانا ما عنديش اقتصاد الاقتصاد بتاوية واتعامل يعني فيه محاولات جدة طبعا انه انه يتحسن لكنه الامر طبعا يعني محتاج تضافر كل القوة لكنه يعني فيه الخبر بتاع الاخوان بينتقدوا ده فيه نقطة مهمة جدا الاخوان بيقولوا اذا كنا هنقترض عشان ما هو العجز الموازنة فده امر مرفوض وانا معهم يعني قلبا وقالبا في هذا الامر انما يتوجه لدفع عجلة الانتاج اهلا وسهلا طيب الخبر الرابع المصر اليوم سرعات التحالفات يشتعل السيطرة على البرلمانت شوفي بقى الخبر ده يعني انا يعني ممكن اقف عنده فترة اطول لانه ده من وجهة نظري احد اهم الاخبار اللي تناولتها الصحافة المصرية النهار هنا عندنا اه اجتماع لمجلس الشعب يوم تلاتة وعشرين يناير القادم يعني بعد عشر تيام تقريبا اه اه المفترض انه السراعات دلوقتي بين الاحزاب اللي هي دخلت البرلمان اه بتشتعل لانه بيحصل نوع من الانواع اللقاءات سواء السرية او العلنية كل ده بيحصل فيه اطار الوصول الى الاتفاق على تشكيل اه المجلس الشعب في الجلسة الاجرائية اللي هو الرئيس والوكيلين ورؤساء اللي جنق التسعتاشر زي ما قال المصري اليوم النهاردة الابرز في هذا الخبر طبعا انه اه محمد مرسي اه رئيس حزب الحرية والعدالة التقى السيد بدوي رئيس حزب الورد يبدو انه هذا اللقاء تم دون معرفة الهيئة التنفيذية لحزب الورد حزب الورد طبعا استشاطع غضبا الاغلبية فيه يعني وحاولوا يلاقوا تفسير لهذا الامر لكنهم فشلوا ما علينا الاهم من هذا وزاك بقى انه موضوع الترشحات فيما يخص المناصب الرئيسية في المجلس طبعا ان الرئيس والوكيلين اه خلينا نرجع للعمود اللي كاتبه النهاردة الزميل الستاذ دياء رشوان في المصري اليوم ايضا وبيتكلم على مين هيكون رئيس مجلس الشعب مكانوا بيقولوا الاصغر واحد سنة لا رئيس مجلس الشعب رئيس اه لا مش هيروس اول الجلسة اه اه اللي يرأس الجلسة الاولى طبعا هو الاصغر اه اه رئيس مجلس الشعب لكن رئيس مجلس الشعب فيه اه اه وفقا للمكتوب النهاردة انه فيه رأيين طبعا الرأي الاول اللي هو بيرى انه ضرورة انه يكون من بين اعضاء الجماعة اللي هي جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بشرط انه يكون من القياديين في سواء الجماعة او الحزب لانه ده هو المنصب الوحيد اللي هيمثلان به في النظام السياسي الجديد في ظل عدم موجود احد اعضائها مرشحا لرئاسة الجمهورية واحتمال ان يتولى رئاسة الحكومة اللي هي جاية يعني احدى الشخصيات المستقلة في تشكيل اقتلافي واسع وفي التالي القيادات بتاع الاخوان مش هيبق عليها وجود في التشكيلة السياسية الجديدة الا في هذا المنصب فيه رأي بيميل لده الرأي التاني بيميل الى ان يكون منصب رئيس اللي هو رئيس مجلس شعب لشخصية مستقلة بشرط انها تكون مقربة من الاخوان حتى تؤكد الجماعة عدم رغبتها في الاستقصار بالمناصب الرئيسية في الدولة لو سألتيني بقى توقع الرأي الاول او امير للرأي الاول بطبيعة الحال واعتقد انه هيكون واحد من اتنين اما انه يكون دكتور سعد الكاتاتني او الدكتور عسام الهريان واحد من الاتنين دول هيكون رئيس مجلس الشعب من المؤثر الشروق الصفحة الثالثة كارتر مستقبل مصر تحدده نتائج الانتخابات واتمنى ان تصفر عن نقل كامل للسلطة اه طبعا الرئيس الاميركي السائل الاسبق جيمي كارتر بيزور القاهرة حاليا هو طبعا معني بمسألة مرابط الانتخابات ويعني طبعا ان عندنا سائف الحريات ارتفع لدرجة غير مسبوقة ودي احد اهم منجازات صورة 25 يناير اللي مش هتعود علينا بس ده هتعود على الاجيال اللي جاية في سنة اصغر هيشوفوا اللي احنا مش بنهوش كمان سقف الحرية ده امر مهم شريطة انه احنا يعني نبتعد عن الفوضى الهدام وخلينا في سقف الحرية اللي يبني البلد طبعا كارتر موجود في مصر وبيزور اللجان الانتخابية وبس انا طبعا بتحفز على الجملة الاخيرة انه هو بيتمنى انه تنتقل السلطة بالزبط الى مجلس مدني او الحكومة مدنية بشكل كامل المجلس العسكري يعني خلينا نؤكد على انه في الفترة الاخيرة اعلن اكتر من مرة انه هيسلم السلطة في تلاتين ستة الى مجلس الى 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 هيئة مدنية منتخبة من الشعب المصري اكد على ده تكرارا ومرارا اه 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 ازني لو اسماعيل هتمن كديدة الصريح قريب قال انه العسكري هيسلم السلطة على طبق من دهب للهيئة المدنية اللي هتيجي فانا انا بتحفز على اه 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 واكت نظر الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر طيب الأهرام صفحة الأولى الانتخابات التكملية في أربع دوائر بالمرحلة الثالثة اليوم ده أمر طبيعي جدا طبعا كان فيه أحكام إدارية وفقا لطعون تقدمت القضاء الإداري سواء في القاهرة أو المحافظات وطبعا صدر فيه أحكام لأنه كان فيه بعض التجاوزات وده برضو من المكتسبات اللي بنشوفها من ثورة 25 يناير وما كانتش متوفرة خدوا قرار بتعجيل الانتخابات والنهاردة موعد انتخابات التكملية ده أمر طبيعي عادي جدا الشروع صفحة الثالثة أمين عامل مجلس القومي لمصابي وشهداء الثورة عن فقنا 70 مليون جنيه على المصابين وأسر الشهداء حتى الآن يعني خلينا أتحفز على الخبر ده أنت حفوزات النهاردة كتير معلش معزرة إنما هي حقيقة يعني أنا يعني شايف فيه أمر المصابي الثورة وأسر الشهداء إنه إحنا إلى اليوم مش قادرين يعني مر سنة بالزبط على قيام الثورة والحكومة المصرية مش عارفة تتعامل مع عدد مهم في حياة المصريين النهاردة اللي هما أسر الشهداء والمصابين إزاي تتعامل معهم إزاي توفر لهم الخدمات الأسسية أو مطالبهم ده أمر يعني محير يعني كنوا بيفاخر بأن الحكومة أنطاق السبعين مليون جديه لا شوية طبعا هؤلاء اللي ستشهدوا في سبيلنا اليوم حق علينا لا من سبعين مليون ده أنا في رأيي هما ياخدوا كل فلوس مصر لصالحهم لأنه اللي جاي أنا وولادي هنعيش بسببهم عيشة كريمة أتوقع هذا الأهرام الصفحة الأولى إصابة واحد واربعين بعد اقتحام الأهالي محطة الضبع النووية ما دي من الأخبار المغزية الحقيقة برضو اللي بنشوفها في الصحف المصرية محطة الضبع النووية طبعا كان استقر الأمر على هذا الأرض على فكرة الأهالي أخذوا تعاوضات مناسبة جدا من الحكومة الأهالي يعني يعني وفقا للمعلومات المتوفرة اللادية حصلوا على هذه التعاوضات وارتدوا بالأمر النهاردة يعني عادوا يطلبوا بأنهم يعودوا للأرض مرة أخرى ويرفضوا كل ما حدث أعتقد أنه ده أمر يعني في حاجة إلى مراجعة سريعة جدا لأنه مش يعني الدكتور جنزوري قال في المؤتمر الصحف الأخير لمجلس الوزراء يعني يعني صعب جدا أنت تحصلي على حقوقك بأنك يعني تتجاوزي في حقوق الآخرين وده أمر مرفوض طبعا قلبا وقلبا وأتوقع أنه الحكومة هتعالج الأمر ده بسرعة شديدة جدا طيب دي الأهم الأخبار اللي كانت معنا النهاردة يعني إيه خبر تاني لفت نظر حضرتك وما كانش موجود لا عندي أخبار حقيقة لفت نظري وما كانش موجود عندكم النهاردة طبعا تسمحيلي بس تفضل الخبر المهم هو أنتو ما عندكمش النهاردة الجمهورية إعفاء المزارعين من الغرامات التأخير في سداد المديونيات طبعا يعني قطاع عريض جدا من المجتمع المصري بشكل مش أقل من تلاتين في المية هم الفلاحين هم أهلنا هم مجدودنا إحنا نسيناهم على مدار السنوات مش عايز أقول تلاتين إنما يعني خلينا في العسنوات الأخيرة وقعوا تماما من اهتمامات الحكومة والإدارة المصرية الفلاح هو عنصر أو عصب الدولة المصرية ما نقدرش نستغنى عنه بسهولة ما نقدرش نجرمه لأنه عنده مخالفة بسيطة إنه ما قدرش يسدد مبلغ من الاقتراض اللي خده دي أمور لازم نعالجها بسرعة فإنه كون الحكومة الجنزوري تهتم بالفلاح المصري مرة أخرى وتعفيه تماما من الغرامات أعتقد دا طبعا من الأخبار المفرحة اللي تطمننا إنه الحكومة تبص تحس بالنيل وتبص للشارع المصري الشارع عايز إيه بجد الفلاح المصري كان يعاني في فترة أخيرة معاناة شديدة الفلاح انصرف عن زراعة أرضه يعني ببساطة شديدة يزرع ليه يعني ده أمر إننا النهاردة الحكومة طبعا نحييها بنشد على أدية إن هي تهتم بهذا الأمر بالقطع يعني أستاذ أسامة عبدالعزيز نائب رئيس تحرير الأهرام بجد استمتعنا بجد حضرتك معاناة النهاردة أرجو أن أنا مكنش أطلت عليكم لا ده إحنا يعني إحنا بجد إحنا لبنشكر حضرتك برسي ده بأتي مشاهدين معنا تقرير أقيمة بنقابة الصحفيين ندوة لمناقشة كتاب أنا ومحمد وصحبي مينا للكتابة الصحفية حسنات الحكيم حضر الندوة الكاتب الكبير يعقوب الشاروني ودكتور شريف الجيار وذلك في إطار الوحدة الوطنية تابعونا بعد الفصل ترجمة نانسي قنقر